تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب جانبا من تحدي البطل البولندي روبرت كاراس لتحقيق رقم عالمي من مملكة البحرين في تحدي ترايثلون 150 يوما في أكبر عدد من الأيام المتتالية لقطع مسافات الآيروزون مان وشجع سمو الشيخ ناصر بن حمد البطل روبرت كاراس وحثه سموه على مصالة التحدي والإصرار الذي قطعها خلال 24 يوما الماضية في رحلته نحو تحقيق الإنجاز الفريد من نوعه على المستوى العالمي من مملكة البحرين مبنيا سموه ثقته الكاملة في البطن روبرت كاراس وقدراته نحو تجاوز جميع التحديات في الأيام المائة وستة وعشرين المتبقية من رحلته نحو كتابة اسمه في سجلات الأبطال انطلاقا من مملكة البحرين يذكر أن البطل البولندي روبرت كاراس يقوم بقطع مسافة 226 كم يوميا مقسمة على مراحل سباقات الترايثلون وهي سباق السباحة لمسافة 3.8 كم والدراجات الهوائية لمسافة 180 كم والجري لمسافة 42.2 كم على أن يكررها على مدار 150 يوما متتالية لتحقيق الإنجاز ترجمة نانسي قنقر